تهديدات فرنسية للنظام السوري تعود إلى الواجهة من جديد بعد عدة تصريحات سابقة جاءت على لسان كبار المسؤولين الفرنسيين بمن فيهم الرئيس ماكرون رئيس الأركان الفرنسي فرانسوا لوكوانتر أعلن أن فرنسا قادرة على التحرك بشكل أحادي ضد النظام السوري في حال ثبت استخدامه للسلاح الكيموي في سوريا لكنها مع ذلك ستنسق مع الأمريكيين قبل توجيه أي ضربة وكما واشنطن رسمت باريس حدودا لخطها الأحمر الذي لا يمكن تجاوزه فرنسا والتي لطالما توعدت النظام في عدة مناسبات لم يقتصر تحركها سوى على التهديدات الكلامية فهي تلعب على حبل الغازات كالكلور الذي لا يعد سلاحا كيمويا وهو الغاز الذي يستخدمه النظام السوري مستغلا هذه الثغرة التي تتذرع بها الغرب لعدم تحركه التهديدات الفرنسية تأتي بعد تهديدات مماثلة صدرت من واشنطن ولندن أيضا ويرى متابعون أن التحركات الدولية لم تأتي بأي نتيجة حتى إن الروس هددوا الغرب بالرد على أي هجوم عسكري محتمل ضد النظام بينما يواصلون على الأرض القتل بجميع أنواع الأسلحة وآخرها ما يجري في الغطط الشرقية في عالم يا عالم هذا لازم شيء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر